المؤقت أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد يا أهلا وسهلا سهلا أهلا بحضرتك أستاذ أحمد إيه رأيك في الموضوع اللي اسمعناه دلوقتي إن حضرتكم ما أخترتوش وقلتوا أنتوا هتتحملوا التكاليف وبعدين قلتوا اللايحة بتقول اللي هي اللايحة أساسا اللي كانت اتعاملت قبل موضوع كورونا رد حضرتك لا هو 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 أولا ده كلام محترم جدا إحنا فعلا إحنا ما أخترناش لكن اللجنة اللي قدنا أخترت حضرتك اليوم 10-12-2020 وده ما كانش بعد الموضوع الكورونا ده مع بداية الموسم الحالي إحنا صدر قرار لاتحاد الدولي بتكلفنا بإدارة الاتحاد يوم 18 ديسمبر يوم 10 ديسمبر شروط وقواعد مثبت الدوري العام لهذا الموسم برسلت لأندية القسم الأول بتاريخ 10-12 من ضمن الشروط دي بوضوح إنه يتحمل النادي التكاليف المكتوب الأول إن النادي على أنه يعمل التحاليل اللازمة لكوفيد-19 وإنه هو في أحد المعامل المعتمدة من اللجنة التطبيقية بالاتحاد المصري على أن يتحمل النادي كافة التكاليف الفضائية لهذه المتحدة ده من قبل ما احنا ديمين ما المهندس فرج عامر بيقول إنه ما عندهش جواب بالمعنى ده ما حضرتك حضرتك ممكن له هو راجع بس جاب إدارة الكورة عنده وشاهد شروط المسابقة المرسلة من 10 ديسمبر هي موجودة على فكرة بمنتهى البساطة أي حد من الإعداد عند حضرتك قدر يدخل على صفحة الاتحاد المصري اللي كرة القدم حتى على فيسبوك أو أي حاجة لو دخل على صفحة المصري وجاب الوسائق اللي موجودة هيلاقي من قبل تعيين اللجنة شروط المسابقة موجودة وهيلاقي فيها الكلام ده مكتوب بوضوح وتاريخ الجواب 10 ديسمبر على فكرة يعني من قبل ما اللجنة الحالية تعين كل ما في الأمر الموسم اللي فات الجواب اللي بيتكلم عن المهندس فرج اللي هو بيتكلم على يوم اللي هو بتاريخ خمسة تمانية اللي هو ما قبل 10 ديسمبر ما قبل الموسم اللي فات خمسة تمانية خمسة أغسطس ده كان بيتكلم عن العدد الزائد عن الثلاثة وتلاتين ان النادي بيتفعه مباشرة بتحمله على فكرة حتى الآن حتى الآن النادي بيسدد مباشرة اكتر من الثلاثة وتلاتين للشركة مش من خلال الاتحاد الاعداد الباقية الثلاثة وتلاتين الاتحاد بيسدد مباشرة للشركة آآ مباشرة وبيخصم او بيعلي رصيد على الاندية. كل ما في الامر ان احنا عندنا لجان آآ من التفتيش ولجان رقابية بتسأل عما تم تحصيله من الاندية ولذلك ارسل خطابين. الخطاب الاول بالمديونيات المسحقة على الاندية كان منهم يمكن بتسعمائة الفة او حاجة يمكن اترد من سموحة. تمام? هو في بعض المديونيات الخاصة بالناج المصري والاسماعيل. اهو هو وضوح مكتوب قدام حركة اهو. ان يقوم النادي بعمل التحاليل اللازمة في احد المركز التضبيع المعتمدة خلال من خلال المعامل المعتمدة باللاجمة التضبيع بالتحاليل مصري وهي يتحمل النادي جميع التكاليف الخاصة بالتحاليل. ايو افندم بس بس اسمح لي يا بشواندس احمد. هو طرح معنا كمان البشواندس اه محمد فارج عامل. انا بارض على الحاسة انا بقولش يوم عشرة ديسمبر اه عشرة ديسمبر احنا تعيننا تمنتاشر ديسمبر. فمن اللجنة السابقة احنا جينا مع بداية المسابقة مرسل لجميع الاندية. شروط وقواعد المسابقة واضح لها بوضوح ان الاندية بتتحمل اه كافة اه تحمل النادي جميع التكاليف الخاصة بالتحاليل. تمام? احنا ممكن يقول النهاردة. ممكن نباري حصل كلام مع اكتر من اه رئيس نادي من السادة الرسول عنديدة القسم الاول. والله الناس شايفة ان الاتحاد الشركة اللي جابعة روما ان الشركة في الاخر المعامل المركزية. اه هي بتروح بتجيب النتيجة من المعامل المركزية لوزارة الصحة. المبلغ المحدد من الشركة هما شايفين ان هو مبالغ فيه. والله لو الاندية بعتت قايت لنا احنا الفترة اللي فاتت هنسدد اوهن جدول اوهن قصد. انها في الاخر هي اه دي حساباته في لجنة تفتيش. طيب مش مهندس. على الاتحاد. مش مهندس اعمد. هو عايز بعد كده يعمل ويجيب نتيجة معتمدة من احد المعامل المعتمدة اه في الدولة اهلا نصح للموضوع بيه جدا مفيش مشكلة فيه. طيب. لكن الموضوع مش 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 الاتحاد القرى اللي جيه فجأة. وقال هذا الانف الاتحاد دي لقى دي الشروط. وفي الاخر احنا لما بيجي اي لجنة. او اي حد يفتش ويراجع على القواعد اللي اتحاد. هذا في السادس غير بخلاف كمان المبالغ الطائلة اللي اتحاد يفتدها. اي حد هيجي راجع يلاقي انت مطلوب منك ان انت تجيب من النادي ده عشرة ديه. انت ما جبتهاش. فانت بتحسب ماليا على هذا الامر. طيب مضوع مش اكتر من كده. طيب باش مهندس حضرتك مسؤول عن اتحاد الكرة وعن الاندية المصرية. فاذا افترضت ان عندنا اندية لديها امكانيات مادية. ولديها دخل وحقوق رعاية تستطيع ان تساعده. لكن المؤكد حضرتك اعلم مني بان لدينا فرق امكانياتها ضعيفة جدا. ومستوى الدخل والرعاية محدود جدا. لما جاء طالبهم خلال شهرين من بداية الدوري والكاس بتلاتة مليون يبقى في السنة مطلوب مبلغ. قد يصل الى اتناشر مليون تلاتاشر مليون. لا يا فندم لا لا ده التلاتة مليون عن السبعتاشر اسبوع اللي من السنة الماضية بالاضافة للاربعة وتلاتين للسنة الجديدة زي ما سجلنا فيه تلتمئة انسة. اه يعني التلاتة مليون دول اجنالي. ده اللي هو للاعب السنة اللي فاتت ونكمل السنة دي على الفرق اللي للاعب. تمام. للموسم ده بس هتلاقي جاوب رحلها باتنين مليون. لو هو جاء طب انا هسدد طب انا هقصد طب انا هسفع شهر بشهر. طب انا هسفع لكلفات والجديد هجيب من المعامل المركزية. ايه بتبقى اه مطابقة ما بين المحاسبين بتوع النادي والمحاسبين. اه طب علشان انا فهم الجزء ده. احنا بنتكلم عن تلاتة مليون منهم سبعتاشر اسبوع في الدور الماضي. واربعة وتلاتين اسبوع لهذا الدوري. تمام. اه توتا. انا هد الحقيقة الحزبة بساطة. تلاتة وتلاتين لعيب في اربعة وتلاتين اسبوع في تمن او قيمة المسح. تمام. طب استاذ احمد يمكن البشمهندس محمد فرج عامل اثار نقطة. انا عايزة بس اسأل حضرتك فيها واحنا بنختم. هو قال احنا اه يعني بالوثيقة اللي حضرتك بعدته لنا هي يقوم النادي بعمل المسحات ويقوم النادي ويتحمل التكاليف. لا يتحمل التكاليف. فحيح. ويتحمل التكاليف. لكن انتو قمتوا بدا بدون اختار النادي باسعار المسحات وايه هي الارقام اللي انتو هتتفق عليها. يعني ما كانش فيه اتفاق مسبق بالارقام اللي حيتم دفعها من قبل النادي. فبالتالي هما معترضين على دقال وكممكن نجيب حاجات باسعار ارخص. والان تطبق باسعار راجعي. فندم الموضوع قصد من كده. حقيقة انت انت خدت انت شايف ان لو في المعامل المركزية في وزارك الصحة اقل تمن آآ ليه ايه? لو بنتكلم على اللي فات. ويا رب النادي يجيب من معامل معتمد. يا رب يجيب المسحة مجانا على فكرة الفلوس دي بتحول على طول. للمعامل المركزية. لا 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 احد الاجهزة المتعقدة مع المعامل المركزية. نعم. بس يبقى الكلام بمنتهى الوضوح دي مش شركة خاصة. نعم. شركة تتمع الدولة. نحنا بنتعامل معها. لو الناس شايفة ان هي المسألة بالنسبة لها آآ مبلغ كبير احنا معناش مشكلة هو يجيب لنا من المعمل معتمد. ويا رب يجيبوا بلاش. مفيش مشكلة فالس احنا معناش ايه مشكلة في المسألة. وعلى فكرة احنا احنا اتحاد الكرة كمان ليس في طاقة. على فكرة انت لو حسبت دي حضرك. اللي كان بتعمل الدور القسم الاول والتاني والتالت والرابع والصلاة والنسائية وخلافه الاتحاد كان بيتحمل في وقت ملايوات بيانا فواتير من خمسة ونص وستة مليون جنيه اسبوعية. مفيش آآ مكان ولا هيئة لها قدرة ولا طاقة على بحمل المبالغ بشكل اسبوع. نعم. طيب استاذ احمد مجاهد معلش انا اسف خلينا استغل فرصة وجود حضرتك معي واسألك سؤال اخير. هل صحيح ان الفيفا اعترض على العقد المبرم بين اللجنة التي تدير نادي الزمالك ووزارة الانتاج الحربي لبناء استاد ستة اكتوبر? لا هو مش كده اللي حصل. هو حصل ان في آآ راحة شكوى للاتحاد الدولي. فوقئنا بانهم ببعت اللينا شكوى حتى بيحاول يخلط الامر ويقول ان دول ناديين في مسابقة واحدة. فان وجود بروتوكول آآ ما بينهم ده بيخالف القواعد. اللعب النظيف. نعم. ان بروتوكول بينهم ده بيخالف القواعد الدولية ويخالف اللواحل فيه. فهو ده يستوجب الايقاظ. احنا رضينا وقلنا ان دي الهيئة او وزارة الانتاج الحربي دي هيئة مستقلة تماما لا يدعها النادي نادي هيئة مستقلة عنه. ودي شركة مقولات كبيرة بدليل احنا دللنا ان اتحاد الكرة المصري لما حصل في الحريقة سنة حصلت في الحريقة آآ في آآ في آآ مارس الفين وتلاتاشر الهيئة اللي بانت للتحاد ده مرة تانية اللي بانت للتحاد مرة تانية كانت نفس الشركة اللي هم آآ بتعمل البروتوكول مع نادي الزمالك. ودللنا كمان ان النادي لها لنفسه. ما اقتر الاستاذ من الوزارة او الهيئة دي. وده منفاصل تماما عن النادي واغلت الموضوع لهذا. مين اللي كان مقدم الشكوى يا فن? لا احنا ده راح ده كان يعني انا ممسوط لانا مش بنحق اقول لك ان الشكوى كانت آآ راحة زي كتير جدا من الشكاوي زي مثلا ما الاخ احمد شسام آآ ميدو اقدم شكوى في آآ في اللاجنة السنواتية. في وقعة الشناوي. محمد الشناوي. محمد الشناوي. زي ما في آآ عدد من الشكاوى بيروح وده عمر طبيعيا حتى دولي متعود عليه بيرضوه احنا بنرده على طول على الشكوى. الشكوى دي كانت من داخل مصر ولا من خارج مصر? من داخل مصر. من داخل مصر. هلأ علاقة بنادي خصم لنادي الزمالك? لا 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 ما يعني حتى لو حتى لو حتى زي بس ما لا ما حصلش اني نادي يعني ما ظنش اني نادي في الدورة مصري يعمل كده لكن. يعني اشخاص يعني. بالزبط وتم الرد عاني. ممكن يكون الاشخاص ده اللي هم علاقة بنادي الزمالك؟ ده احنا حتى قلنا وقتها ان فيه اندية في بعض الدول بيتبع شركة الكهرباء معنا كده مثلا ان بقيت الاندية ما توصلش الكهرباء من عدود حتى ولي متفاهم الموضوع لكن جسله شكوى الفيفة تفاهمت يا فندم؟ تفاهمت تماما طبعا هل الشكوى لقبه محاولة عرقالة جهود نادي الزمالك في المرحلة الحالية؟ لا انا مش انا مع الله اعلم ايه لسبب الشكوى لكن ده فيه اطار عدد كبير من الشكوى اللي راح ممكن يكون كمان هو من يعرف اميلات الناس اللي موجودة في الاتحاد الدولي في هذا التوقيت يعرف بعض التفاصيل اللي موجودة جوة اتحاد الكورة الله اعلم يعني انتعايز اتكلم في المسألة دي كبير لكن كل الشكاوى اللي بتروح اتحاد الدولي احنا بمرد بمنتهى الشفافية والهبوء والفيفة اغلق الملف تماما تماما بشكر حارتك جدا مهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكورة المؤقت دعونا نخرج فاصل بعض الفاصل نستقبل زملنا العديد